مرحب بحضراتكم مرة تانية بالنسبة لي بقى النهاردة انا مخصوص جدا بوجودك انت حبيبي انت عارب انت لعبت جمبي اسلام ملعبش جمبي انت لعبت جمبي انت كنت بتبصير عشان يجيبي جوارك اه حاجات جميلة كبت اطلع منك في قورة وهنا كمان حبيبك ابتل دورة حبيبك يا روحة محترم تعليقك على فوز الاهلي بالدوري الاول ومن وجهة نظرك الاسباب طبعا يعني انا قلت الكلام دوت من نهاية الدور الاولاني اكتر فرقة مستقرة في مصر وفي افريقيا بيلي عن ساندونز هي فرقة النادي الاهلي ويمكن قلت الكلام ده معاك حتى لما جينا بنتكلم على افريقيا قلتلك النادي الاهلي العقبة الوحيدة اللي قدام ساندونز مفيش ساندونز يقضي البطولة بنسبة 95% حصل صحيح بالنسبة لماتشاط الدوري انت حسيت اصلا اهلي لعبة دوري لا والله ما انا لا بقاللي مجهود اكسم بالأدوة من الدوري اولاني وناهي الدوري وانا قلتلك اه احنا كلنا بنتكلم اه قلتلك قلتلك بص مشكلة هنا مفيش كرة في مصر اي فرقة بتلعب انا معرفش بقى بصراحة يعني مدربين ييجوا قدام الفرقة ويعملوا فيها عنطر ابن شداد وصلاح الدين الايوب وييجوا قدام النادي الاهلي تحس كده ان ايه مشاني 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 ما بيهاجموش حتى النادي الاهلي دي حاجة غريبة جدا مش يمكن اللعيبة هم في الوقت ده بيتخضوا مثلا من لون لحظة بعد خض الشوط الاولاني ما انت عارف ان انت ما كنت بتلبس في الان الحظة وتنزل كان لالي اللي بيحصل معلش بس الشوط الاولاني لما الشوط التاني الفرق كلها بترجع لأ الفرق لبترجع لشوط الاولاني ولا التاني يعني سيبك من مطش الزمالك الاخير ده كمان السبب فيه كولر انت قصدك في الشوط التاني لما الزمالك رجع مع تغييرات دفاعية عشان يحافظ انه ماخدش فيه جوان افتر من كده صحيح مع انت منزل مين ومحمد طارق صح او هلا طارق مع اسمه ايه محمد طارق ايه طارق محمد طارق محمد طارق ومنزل عمر جابر ومنزل عمر السيسي ووروقة يبقى دي تغييرات دفاعية ولا هجومية يعني انت مثلا ايه ارجع بالذاكرة كده مطش خمسة تلاتة ايام مسلماني لما الزمالك اتأخر بثلاث تجوان الشيط الاولاني اعمل ايه نزل مصطفى فاتح ومش فاكر كان نزل حد تاني بيلعب قدام عشان يعوض انما دولة بينزل ناس تدافع عشان النتيجة ما تزدش على الناحية التانية كولر واقف نايم مش مركز كسبان الشيط الاولاني تلاتة لازم ينزل يعمل تاريخ دي فرصة دي فرصة واربع واحد مش تاريخ برده انا بقولك كان عمل تاريخ انت كسبان الشيط الاولاني تلاتة وفرقة الزمالك مجاتش مرحتش وكان فيه هزمة الشيط التاني اللي لما انت اتراجعت واتدلعت اللعيبة ومفيش واحد بره بيشخط فيهم وبينبههم وقلهم لا اه ده الشيط ناوي غلط ومحمد عمانيهم غلط وكرة في العرضة وكرة تانية في القائم قال لا انت قصدك يعني كان نخلو الوضع ما فيهوش شوف اصلا او محدش شوف قدامه لو انت نزلت واجمت من اول دي امن الشوت التاني كنت هجيب جون الرابع الخامس كنت عملت بقى الانما الراجل واقف نايم على الخط عادي خلاص واكسب ثلاثة الدنيا خلاص زي الفل مفيش زعيق للعيبة مفيش حمية مفيش اللعيبة بتتدلع واضح قوي هو ده اللي ادى الزمالك انه هو يمسي الكرة ويهاجم النادي الالي انت بتقول كابتن ان النادي الالي هو الوحيد المستقرر في الدولة مصر هو الوحيد اللي عنده استقرار طب انت ترى ما تزي عنده استقرار عنه فلوس لا بس استقرار من ناحية الفلوس يعني استقرار من ناحية الفلوس وعنده عيبة زيه زي الاهل بس المفروض ياخد دور السنة اللي فاسة السنة دي بيرامد لو جيت تتكلم كورة على السكوادي اللي هو موجود هنا واللعبة اللي موجودة هنا وهنا وهنا بيرامد زي المفروض ياخد لانه ما بلعبش تحت ضغط ولا فيه جماهير يعني ممكن مثلا السنة دي في اول الموسم لو تفتكر جمهور الالو جمهور الزمالك اللي اتنين كانوا بيدغطوا على اللعبة بتاعتهم الفرق الوحيدة اللي محدش بيضغط عليها ده من السنة اللي فاتت والقادية مفروض ان هم ينزلوا بيلعبوا بارتياحية ما فيش اي ضغط من الجماهير خلي بالك الجماهير دي لما تضغط ممكن تخرجك عن المألوف عن تركيزك ونتعدد بالمراحل دي لما الجمهور يبدأ يزوم عليك ما بيخلكش تشوف الملعب صحيح صح فهي المشكلة كلها ايه اكتر فرقة مستقرة زي ما انت بتقول كده من ناحية الجماهير ان ما عندهش جماهير ولا اعلام ولا الكلام ده هي بيرمز مفروض تلعب عادي دي ان لو خسرت محدش هينتقدها اتعادلت محدش هينتقدها ما انت عارف ان الجماهير هي بيقوم لو في مشكلة عشان كده النادي الالي دايما لعبته وحطه في دماغه انا لا ما تخسرش لكن بيرمز التغلب خلاص يا حبيبي لا انا قصدي ايه ما انت لو حطيت لبيرمز جماهير زي النادي الالوز زي زي مالك اكسن بالله ما تكسب بيرماتش معقولة اه طبعا يعني ما تدهمش الدفعة لا 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 خالص هما بيلعبوا دايما بال ان معلهمش ضغوط مكويسين شوية لما جمهور الاهلي لعبة الاهلي والزمالك هي تعودت على كده لو راحوا هناك لبرمز مش هتلاقيهم لعبة برمز مش هتلاقيهم غير اثنين تلاتة بس والباقي كله هتلاقيه لا هتلاقيه بيرقب تخبط في بعضيها وهو بص وهو اللي ده اللي بيفرق الاهلي والزمالك عن اي فرقة تانية وطبعا الاسماعيلي ايام ما كان اسماعيلي والمصري ايام ما كان مصري يعني الفرق اللي هي الجماهيرية دي والاتحاد ووقت بلد لان دولت دايما بيلعبوا تحت ضغط الجماهير طيب السؤال بقى دلوقتي كده بالشكل اللي شفته ووصل بيه النادي الاهلي للمرحلة دي بمدير الفني بيلعبته بالبطولات بالشكل الفني واللي انت شافه في الدور المصري ومستوى الفني للفرق كلها هل هيفضل التنفسية بالنسبة ليه الدور الممتاز والكرة مصصية أوحدي يعني مفيش هيبقى فيه تنافس للنادي الاهلي اللي لا خلاص بعد اللي انت يعني حال السنة جاية ممكن ان امور تتغير لا طبع هيفضل كده خلاص انت الزمالك وقع الزمالك عشان يرجع ايه؟ ما عندوش قومة يعني السنة الجاية؟ ما هو انت دلوقتي يعني الناس ربنا يعني عرفنا بالعقل انت مفروض ان انت في اخر الموسم صح؟ تمام مفروض دلوقتي نادي الزمالك بيقولك ايه؟ انا اتعاقدت مع فلاني الفلاني وفلاني 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 عشان تدعم عشان تبدأت نفس السنة الجاية بس ممكن اكون اتعاقدت بس لسه ما اعلنتش حتى لو تعاقد يعني اللاعبة اللي موجودة في الدور المصري انت بتجريه لي وراء حمود حمادة ومحمد شحاتة من طلع الجيش والكلام ده النادي الآلي راح يجيب ليه؟ امام عشور امام عشور وصيبك من امام عشور كمان فيه اللي هو الفرود اللي هو اللي في الفريق الكوري ده اه السوزة واخد بالك وفيه كلام عن مصطفة فاتحة اوي كمان اكبسة بص انا اقول حاجة لو حصلت النادي الآلي هينافس على كاس العالم الاندي ايه بقى؟ لازم يجيب حد في الديفنس كويس اوي حتى لو محترف مسات جنب محمد عمنا امام ويكون لعيب كورة وزي ما انت بتفكر في الفرود ان انت عايز يجيب واحد يخلص لازم واحد يلع دي مشكلة النادي الآلي ان حد يلعب من ورا امام بجانب محمد عبد المنعم بجانب محمد عبد المنعم يعني ياسر ابراهيم يعني ما حققاش طموح لانت بتقوله ده؟ لا هو كان محمود متولي بس اصاباته كتير هو ده اللي كان ممكن يعود الحتة دي فانت عشان اصاباته انا سامع ان هو ممكن يمسي لا ما اعتقدش انا سامع بس انت لازم تجيب واحد جامد اه يعني تجيب واحد عشان الاصابات لو اتكررت لا بغض النظر حتى لو محمود سليم لما هجيب واحد جامد في الحتة دي محمود هيموت نفسه ده هيموت نفسه ده في صالح النادي له واخد بالك والجيب توريه بلاتي توريه اه والجلاصي كلام اللي كنا بنقوله على الزمالك بس دلوقتي النادي الاهلي هو اقوى اقوى في ايه؟ في الناحية المادية في اشتراك البطولات سواء في افريقيا او في كاس عالم الاندية واخد بالك فانت عازل عيبة كتير يبقى الجلاصي وتوريه ومصطفى فتح حتى لو ماشيت بير ستاو مش جاهله احتراف هم كل اللعيبة سواء عبد المنعم بير ستاو وديانجة اهو كله كل واحد عنده عروض بطل افريقيا افضل لعيبة فاكيد عروض كتير يعني انا بقولك انت لو جبتي التلاتة دول التلاتة اللي انا بقولك عليهم واحد يكون مساك كويس اوي وعندك توريه في نص الملعب وتمشي بقى ديانجة تمشي التخين في الحتة دي اوكي لكن اما معشورا ما يفدش الاهلي ما انت لو جبته هو جيه هو مضى الراجل خلاص ايوه ما مضى بس حتى اعلنت لا لسه ايوه انا بكلمك ما بس برضو حتى لو كده الصف قدين انت بعتخل انت بتقول تجيب ما جيتش لا ايوه هات واحد انه يروح بيه بالنادي الاهلي في حتة تانية برضه هو كمان ايه هو امام ايش مانا دلوقتي بقى يروح في حتة تانية لا يعني اصد انت بتقول النادي الاهلي اخو كاس عالم لو جاب دول ودول ودول ايوه ماشي امام طبعا ايوه ماشي لو كمان موجود ايه اللي يحصل ايوه ماشي بس انا عايز واحد دلوقتي دفندر في نص الملعب دفندر وقت بالك اللي هو بيلعب الكرة القدام اللي بيمسي الكرة ويلعبك اللي هو تورين حط بقى جنبه امام عشور حط جنبه بقى قفشة حط جنبه اي حد يكسر الدنيا وقدام مصطفى فاتحي دوت انا شايف انه هو اقوى صفقة لو النادي الاهلي جابها من بعد رضا عبد العالم السلام علي من بعد رضا عبد العالم أبو تريكا أبو تريكا ماكنش في الزمالك أنا بنت بتكلم عا الزمالك ولا طفقة لا انا بكلم على الزمالك لا لا بكلم على الزمالك اللعبة اللي بتيجي من الزمالك بسوء مش بالزمالك جات هو جاي من بيرامدز والتعاون ده لا بيرامدز ده بيرامدز جاي اعارة ماشي وروح التعاون وهو اصلا لو الزمالك تتكلم فيها جيبه لان هو بتاعه اصلا بس هم مش عايزين يتكلمه طبعا هم رابين الفوتا يعني فانت شايف ان هو اقوى الصفقات لو جات بوس هو اللي شاي البرامدز احنا هنتحق على بعض ده هو اللي عامل الشاك لكل البرامدز طبعا انا بقولك دي هتبقى اقوى صفقة من بعد صفقة خدا عبعالي ان ده ييجي لعب مهاري بيعرف كيف بقوم بيعرف يعمل جون بيعرف يخليك تستحوز على الكورة لعبه كله اجابي على الجون انت بتفتقل الكلام ده يعني انت دلوقتي الاتنين اللي عمليلك الشكل ده بيرسته واحسن الشحات وكان من فترة كان احمد عبقادر بس ما عرفش يخلصه عليلي غريب احمد عبدالقادر بسراحة في ان هو يبتعد عن بالشكل ما تعرفش يا هو معيني مفروض ان هو يبقى لازم بديل لأي حد في الاتنين يا بيرسته ويا امه حسين حسين الشحات فانا بقولك اهو عاد سنفس على الكاسة العالم للندية اهتي الثلاث لعبه دول توريق بلا توريق ومصطف فتح والجلاصي نازل زمالك كابتن وراهنك وراهنك هتعمل حاجة في كاسة العالم للندية بس لو لعبت في النهاء جوارديولا ما تسألنيه هو انت كتبت فرضى بتقول احتمال ايه يعني ان لو دول جوم بس خالبالك بلا توريق مثلا جدد 3 سنين مع بيراملز بس ماشي هو جدد بس انا لو كنت دقييت عليه من فترة اه قبل التجديد انت عايز اصلا بلا توري روح اي نادي من الندية الكبيرة بيه هيفرق معك طبعا 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 بس انا بقولك هو بيقترب بشكل كبير جدا النادي الاهل انا بقولك ايبا مكسب كبير بقى بس ده مكسب كبير اوي اوي لنادي الاهل ده بقى اللي هيرعب لك بقى بيرستاوي والشحات وطهر محمد طهر واحمد عبقاد اي حد لان ده انا انا يعني انا كنت دايما باتكلم وبقول ان ده هو اللي يوري الصلاح في المكان بتاع صلاح هو طبعا يعني ايه كان فيه نهاردة التصريحات او من بقى التصريحات من طلعة الجيش ان احتماليت برضو يروح طلعة الجيش من عشاء التجنيد ام احطاهم كده خلاص او عنده كمسان اوش عارف حقيق بس او اكيد ده انا ممكن يبقى تجنيد تجنيد متأخر او تجنيد او يعني مش كبير من الصفة ومس صغير في الوسط يعني او حرام ام كرة في مصر اهلي وزمالك واحترفين ام ام ده بيجيبوا مرموش وده قد مرموش مليون مرة ام تخيل ام يعني نبرت كمان تصرحته كانت قوية جدا انبالح وصورة قال ايه طب قللي قال ايه لا يعني قال لك انا محدش يسألني بقى محدش يكلمني تليفون انا اخر مؤتمر صحفي انا معاك ودلوقتي يسألوني انا هدي اجازة للعيبة وفيه لعيبة خلاص قال لك انهم مش موجودين معايا زي اه سامسون اه زي مين تاني جماعة نسيط مش هو اللي بيقول لا هو الرجل طلع بقى كابتن يا بس معا مش هو اللي بيقوله سامسون وبالحج هو متحفظ سامسون وبالحج هو هو متحفظ فقول كذا قول كذا باخد بالك بس هو مدرب كويس كابتن واضح ان هو مدرب كويس فين كويس فيه ده بلعب النادي القالي وانفكر بلعب مركز شباب من بابة احد يلعب قدام القالي وفتح رجله عم طارق ام ايوه كابتن هو الرجل عايز يفاجئ يعني شايف ان هو هو ده اول مدش دي على فكرة يلعب الاهلي صح ده كويس ده كان هيلعب في السوفر ده كان لسه جايب ما فلوش يسبوع ايوه كان صح تاخر شاي قال لك كان شاله ستة ده كان لسه جايب ده كان لعب الطريقة دي قصدك اه طبعا اه ده بص الله يكون في عن جمهير الزمالي للاخر يعني السنة دي اتمرمطه والله العظيم اتمرمطه هل فيه امل في البطولة العربية كتن؟ ايه في النهازة ما كامل حاجة بطولة العربية؟ انت انت اعتذرت عن بطولة السوفر حصل ومتش واحد فانت هيلعب اتحاد المنستيري ايه الشباب النصر ايه انت مش شعبة ليه عشان الفلوس؟ يعني اتضيع هيبة نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك اعتذر نادي الزمالك؟ اه طبعا ببص انت تروح لو انت جبت صفقات وعملت مثلا فترة اعداد كويسة ايه بس هو او الاتحاد العربي هيسمح له ان هو لو جاب صفقات انه يروح يعني اذا كم مش عارفين يتفعل اذا كم مش عارفين يتفعل الفلوس بتعديش ما انا بقول لك الاتحاد العربي قالك مفيش مشكلة ايوه ماشي الاتحاد بس انت معمدتش او الاتحاد هيجيب لك الصفقات اتحاد العربي كمان ما هو قالك ناخد الفلوس الاول بس ياه وبعدين حتى لو خدوا الفلوس مش هجيبوا الصفقات مفيش نية هم عايزين يقفلوا ضرافة قبل ما يمشي عايز يفض الدنيا كلها مين المستفيدة كتن بحاجة كده حد هيستفيد بحاجة ان الدنيا تبنيش ما هو عشان اللي يجي بعد كده يعاني اي رئيس نادي هيجي بعد كده يعاني لا فيه فلوس ولا فيه العيبة ولا فيه استقرار ولا فيه ادارة كان فيه كلام على النادي الاهلي هيتباع لأحد المستثمرين لا مرجعش يعني النادي الاهلي يعني في الاستقرار ده واخد كل البطولات على العbew القacy يعني انا من وجهة نظر الزمالك آه ممكن يجيب واحد يبقى مستثمر ولا بتاع بس نادي الزمالك ما يتباعش الحد ولا النادي الاهلي ده يا دولة يعني اعراق ما فيه القرى الافريقية و какой للحرقية بس ايه ان مشكلة فكرة انه يا كابتن يبقى فيه المستثمر يجي اخد اسم النادي ويبتدي يعني يصرف عليه بقى ايوه يا بقى مستثمر انما نادي الزمالك هو نادي الزمالك اه لا ما هيفضل اسم نادي الزمالك زي مثلا منشستر يناتد او منشستر سيتي بيجي مستثمرين بيشتروا النادي هو هو بيفضل بجماهيره باسمه بتفاصيله ولكن وضعه فكر مختلف لا كده ماشي انما ما يقولش نادي فلاني الفلاني زي لا لا مش هتبقى كده طبعا تفرق كتير والله بقى على حسب الفلوس وعلى حسب العقليات اللي هتيجي واتجيب لك في كل هيجي للقدم بس ولا لكل النادي ما لازم بقى شركة الكرة تبقى موجود لا انا هنا بتكلم في حاجة عشان الالعاب التانية اليد والطيرة والساء هل اني هيبقى لهم نصيب ولا دولة تتجلبه وهو جاي بس لفرقة القدم يعني دي تفاصيل اخرى بكلمك عمتا لو جاي لفرقة القدم لو جاي لفرقة القدم اكيد طبعا لازم هيدخ المبلغ كويس عشان نجيب مدرب كويس بس انت يعني ده ممكن لو بيحصل توافق انت كواحد من دعابي نادي الزمالك في القدمة مثلا او محلل ومفاجر طالما نادي الزمالك موجود وكل اللي بيدير من الناس اللي هي رموز في النادي ما عنديش مشكلة لا هو طبعا كواحد هيدخ هيدخ لا وهيدير هيدير ازاي ما هو انا ممكن مثلا اكون رجل اعمال وماليش في القورة نهو يا كابتن ما كل رجال الاعمال اللي بيشتروا عندها في اوروبا لأ فيه روس بوس فيه ثوابت بيجيبوا بقى ناس لا لا فيه ثوابت فيه ثوابت اللي هي رموز نادي الزمالك بجيبها وبجيب ناس تانية معاهم انت اوغد بالك يعني بجيب اه ناس تابعه عشان يديروا العملية اللي هي المالية غير العملية الفنية العملية الفنية دي لها ناسها انا اه اجيب وعد وافهم واقول اه هنجيب فاروق مثلا بعد كده وهو في سعره بعد كده وهيفدنا لان احنا عندنا الحتة دي نقص والكلام ده وهو حرس بربا وفيرود ونص انت وقت بالك هو جاي عشان كده فماشي هيدق الفلوس عشان كده وهو استفاد ماديا ايه وهيحط الفلوس في المكان اللي هو الصحيح ففي الحالة دي اه ممكن يرجع نادي الزمالك وينافس تاني انما بالشكل اللي احنا شايفينه ده انت الغاد دلوقتي كل الأندية عمل الصفقات إلا نادي الزمالك انت سمعت ان حد جيه في نادي زمانك ممكن عرشة ده حالة حالة من التكتم ولا ايه الوضع تكتم ايه بحنا السنة اللي فاتت وش القفص واماشفناش لوش القفص ولا اعر القفص كان 11 لعيب اه وانت وقت دوري كنت عايز 2-3 لعيبه بس يجي يسندولك مش يسندولك يقولك الفرق انت رحت جبت لعيبه بوزتلك قدت اللبس بتاعتك اولا لا تصلح ولا ترتقي لنادي الزمالك وبيلعبه يعني اللعيبة سواء الصغيرة او اللعيبة اللي كانت موجودة اللي خدت دوري وكذا كانوا حسن منه لهم خدوا مع اثنين اللعيبة بقى زي ما بنقول كده توري على الجلاصي على مثلا ابوكة مع المجموعة دي كانوا قصروا الدنيا لما انت رحت جبت لعيبة يعني انت جبت لعيبة ولا تستفد منها ولا استفدت منها ولا هم اصلا لعيبهم عن السيرة طب انا دلوقتي كانت زمالك عايز اخرج من الموقف اللي انا فيه عشان يعني حسن لو انا بتكلم بقى ان انا عايز اخش في تنافس مع نادي الاهلي مرة تانية السنة الجاية انا برضو محتاج الفلوس لا قبل كل ده من اللعيبة كابتن قبل كل ده قلتهم ان هو مثلا بلاستوريو ان انت بتحبوهم دول مش بحبوهم دولة اللعيبة اللي انت يجبولك بطولة هو عمر السيسي كان في فريق وحش كابتن هو عمر السيسي هو الزناري كان وحش في فريقه اه طبعا هو طبعا هقولك ليه كانوا وحشين لما جوم نادي الزمالك ملعبوش سيبك من ان هما بيلعبوا هناك مكسرين الدنيا ها انت عمر السيسي ده اول ما جيه لعبتها تربع ماتشاطه وبعد كده الراجل قعده ولما كان بيلعبه كان بيلعبه ناحية الريط عشان يقفل على المسلوسي طب ما تمشي المسلوسي وتجيب حد يلعب في الحتة دي اللاعب سيد نمار اللي كان مكسر الدنيا اللي هو السبب في الدوري والكاس لعبت عليه المسلوس وبعد كده روحت جيبت امر جابر عليه كمان تا موضته دا الراجل اللي خلي بالك السوري وما التمسك بعمر جابر تعرف كده؟ يبدا عنده فكرة لا هو التمسك يا جابتا معلش يبدا عنده فكرة هو أنا من البديل أنا جايب يا عم دا راجل اسنة بس انت من البديل اجيب مين بديل ما كان عمر جاب يعني مشي عمر جاب يا عم اجيب احمد عيد اللي هو الاعار بتاع المعار احمد عيد انت عارف ان هو مش هيرجع خلاص؟ ليه? عشان ام بي هيدفع الفلوس الخاصة. لا ولو نادي الزمالك قالك لا انا مش. العقد مش مكتوب كده. ده لسه كابتن مدير الكرب محمد اسماعيل. كابتن محمد اسماعيل. كان في النقطة دي ان احنا مش في حاجة ان احنا نرجع نادي الزمالك احنا هنحط الفلوس وخلاص وانتهى الموضوع. طب ده اسمه كلامي. احمد ايد احسام المسلوسة. اكسم بالله احسام المسلوسة. انا معرفش هم كانوا جايبين المسلوسة جنان على انه غريب ان كل مدارك دي جاي كدتن بيلعبه. ها بص بتفرد عليه اسماعي اللي انا بقولك عليه. يا جد عايس ورب الكعبة بتفرد عليه. هتلاعب دعنا. و لو ملعبش ده الراجل هيمشي. طب تعالى نطلع الفصل ونرجع نكمل كلامنا. اطلع الفصل. وانيش نطلع الفصل كمين مع الكابتار ريضي عبدالعال بعد التقص. اشتركوا في القناة احنا نتحق البعض يعني متكسبش الاتحاد المنستيري النادي الاهلي كيسبو في اول السنة في الدور التمهيدي مش هتكسب الشباب السعودي بالشكل دا متكسبش احد مش تكسب النصر اروح اخدها يا فاروق لعب على الاول والتاني والالتاني نسقفلك ونقولك الديني توقعك كلا اللي دائم اللي دائما كنتم بيكون لا انا ما معرفش الفرق مسائل اللي هناك بس انت اسمهم يخد يعني النصر والشباب والاتحاد المنستير ليس بك من الاتحاد المنستير اه ممكن عادي انما الاتنين التانين لا جايبين اللي عايبة شوف دور السندي عامل ازاي في السعودية و جايبين اللي عايبة عامل ازاي انت بتسمع ارقام بتتخد مم ده قال لي لعيب جايب طبعا قصة تانية دي رقتي خالص طيب يعني انت فرق زي دي بستعدة وراحة وكل واحد شدد الفتلة عشان ياخده البطولة وانت انا ما جبت الصفقات وما جبتش لعيبة ومعاك مدرب انت شايف مش عارف يقرأ الدور بتاعنا عامل ازاي ده ساعات بيلعب نضاي باكرايت وساعات بيلعب باكليفت وساعات بيلعب وينجرايت وكي ناس تجي تقولك ما هو اللي عنده ما ألفش اللعب كل واحد يعني انت مثلا يرضيك بيلعب المسلوس جوه مساك وبيطلع الزناري البطيق اللي ما بعرفش يعمل اوفر يطلعه يلعبه باكرايت ينفع وتقول لي قصدي دي اللي عنده عنده ايه ما تحط ده هنا وارطرف ده النحياني على قال لي ده حافز الحتة دي حتى براجم انه هو مساء ليل بس حافزها والمسلوس والزناري صفز الناري هو مش هتلاقيه الا في الحتة بتاعت القلب زي مبارح لما لعب كده هيعرف يوقف في الحتة دي يعرف يطلع بالدماغه يعرف شتت يعرف يقطع يعرف يرائب واخد بالك عندما حتة البقرين دي مش بتاعته بطيق وبعدين انت بيتطلب في الطريقة دي انه يطلع ويعمل كروس مبيعرفش يعمل كروس وبعدين في الارتداد ميس سريع بتقول لي مش عارب ايه وبعدين يلعب في مواطش اللي هو قبل من نادي القالي بيلعب باتنين ديفندرات اللي هو كان عامر السيسي وروقه ويجي الشوط التاني يطلعهم الاتنين وينزل فتوح وينزل عمر جابر ايه يا بقى دا يا بقى ايه الكرة دي طب ما تشيل واحد طلع واحد وصيب واحد معقولك كل الوقت دا هو معرفش التفاصيل والله معرف حاجة هي ماشية هي ماشية وبعدين مشكلة كمان نادي الزمالك لما كان بيكسب بيكسب ازاي برضو الفرق ما بتروحش على نادي الزمالك هذه المشكلة عندنا في الدور المصري الفرق اللي بتلعب القالو الزمالك ما بيروحوش اي فرق لو كان في جراءة اكتر كانت مطشط تانية بغضي نادي الزمالك يخسر الزمالك والاهلي يخسروا بس روح هو دلوقتي مثلا ما قولين لما راح مبارح وشي جاب جول بس كرة سابتة بغضي نظر لا كانت كرة سابتة يعني برضو متتحسبش في انك بتلعب قولة وتلقل غاتة ما بيجيب جول وجون فيوتشار اللي اتلغى ماشي ما هو انت برضو انت مش هتفضل قاعد يعني اكت في 18 بتاع بس انا بقول لك ايه ان انت لما هتروح هتهدف في الاهلي وفي الزمالك ده القصد يعني ايامنا مثلا كانت الموضوع بيبقى صعب انت اخد بالك يعني انت مثلا طول الموسم بيخش 8-9 اهدف فيك ليه عندك نص ملعب كويس ودفنسك انما دلوقتي الكرة اختلفت تماما بس المشكلة بقى في الفرق اللي بتلعب الاهلي والزمالك ما بيروحوش ليه مه انت لما فيوتشار راح جاب جول لما المسمعيني راح جاب جول لما المولي راح انت فاهمني فانت لو رحت مرتين ثلاثة هجيب طالما ان انت بتروح زي فرق وكلا مبالح عنه اه بالزبط كده فانا قصد ايه ما يبقاش انت عارف ان انت هتخسر في ماتش الاهل والزمال صح طب ما يبقاش خسارة وشكلك وحش خلي يبقى فيني الدقة في الملعب هو يهجمك وانت تهجم اه يكسب الاهلي 3-2-3-1 انت واخد بالك يبقى فيني الدية فيه كرة انما انت دايما قاعد عامل كده الاهلي بيهاجم كده يبقى انت قاعد عامل كده او الزمالك ما بتعملش كده اللي قال ايه الاول طب ليه طب فين المدربين اللي شغالين طول الموسم انتو شغالين جنان على ايه هناك اممكانيات مختلفة اللاعبين يا كابت يا عم يعني ده الامر الواقع كابت الرضا يعني ده الامر الواقع انا دلوقتي كل اللاعبين في النادي الاهلي انا بشوف كمان ان هما وانت بعض متلسانة كلتا ان حتى امكانيات العيبة في النادي الاهلي اقوى وافضل من اللاعبين حتى في افريق في الاندعم في المغرب بس روح ما انا بقولك عطي اخسر اه اخسر وانا شاك لي وحش وما بعددش نص الملعب والله اخسر طب ما ده الاسور يعملوا في مارش الاهلي كده عمل ايه عايزي هاجم وفاتح طب كان الشيط الاولاني فين راح اه راح الشيط الاولاني وللاسف واجه خصم قوي نازل يكسر يا حبيبي لا اما انت لو بص لو انت بالشكل ده يبقى مفروض انه الكرة تحت رجليك وفي رجليك طول لانت تحقطك لعيب الكرة كلهم مثلا وعقد بالت بس الماتشات دي ما تتأس كده يا فاروق لعن الماتشات دي ما تتأس كده الماتشات اهلي وزمالك دي بتبقى على غلطة لما انت نازل فتح الملعب وياريت كل واحد له دور وياريت كل واحد حتى لما بيمسكوا الكرة بيعرفي يعمل فيها ايه مم كله كان تايه لان ده مش عارف يلعب فين وإده عارف فين وزيزو حبطه مش عارفين يوقفو فين صحيح اي 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 ام انا بقول لك اهو ناضاي بيلعب باكلفت وإده بيلعب زيزو بيلعب جنب الديفندر وشكبالا بيلعب جنب زيزو انت هتهاجم ازاي وهتروح ازاي عندما في المطشط دي انت لما بتلعب بتحط الهيكل صح وتقفل حتى لو انت وحش فانت بتبقى قارف المنافس حتى لو هو اقوى منك حتى لو هو اعلى منك بس انت واقف صح فهو عفيتك الصح دي بتخلي المنافس يبقى مش مركز لان عارف ان انت هيختركك ازاي وهيعد ازاي لانك انت واقف صح انما مش واقف صح ازاي المطش اللي فات ده كانت هتبقى فضيح الشيط الاولاني لو ما كانش الكرة جات في القائم طاعت افشا اه افشا ده بعدها بديتين بعد الجل اولاني فانا بقولك انت الدنيا هت وفي ضرب الجزاء يعني انا برضو بستعجب لناس يقولك لا وضربة الجزاء بتاعت الزمالك فيها مجاملة خلي بالك يعني بتاعت حسين الشحات اقوى من بتاعت ديانج ديانج مع زيزو مع زيزو اه بنتكلم كورة يعني ما منخافش من حد وما بيمناش حد انا بقولك في واحدة لحسين الشحات لا ضرب الجزاء بتاعت زيزو مشكوك فيها بس الراجل جامل اسمه البنة واخد بالا عشان يرايح دماغ ان كان عليه قلق قبل المطش والكلام ده وبعدين هقولك على حاجة لو مش عارف اللي قالي على فكرة بعد جواب يوم السبتم بيشتكي كابتن بنا لا والبنة مالوة والبار ما هو راح بص لا مش على الكرة بتاعت الزيزو انا بتكلم على بتاعت حسين الشحات اه بشكل عام بقى وبتكلم على كله وبعدين البنة ده ما تنساش برضو ما قدك برضو بدربة الجزاء بتاعت الكهرباء بتاعت الصوبة والبنة بقى والدرب الراجل اسمه علي معلول بالقلم درب الراجل قدامه بالقلم وشناوي دخل ضرب بالشلوت وما كتبش في تقرير برضو البنة اللي هو اللي هو عندوكو كتير برضو يعني يعني انا معاك اه ده هو كتب لأ انا عصدي ايه خليك فيه اه انا والله ما عصدي لا اهلي ولا زمالك انا فهم انا فهم انا بتكلم على يا عم تحكم بعضل ربنا طب انت ما حسبتش بتاعت حسين الشحات في مطش السبر التاني ليه لان انت عارف مجامل في دي معين التانية واضحة حسين الشحات مع علي جبر فاكرة وبعدين في واحدة الحمد فاتح ده قلب الوادي تكرتي صح تكرتي كان اسم تكرتي ويطلع واحد يقول لك لا ده صدر الراجل هو اللي رايح لربة حمد فاتح يا جدعان يرحمونا لاجل بتحللوا بولان على ايه طيب خلاص ايه ده ايه ده لا لا حاجة جنن ده ده حكم دولي كمان ومحاضر هو وجهت نظره وجهت نظره ايه هو وجهت نظره يا راجل ده راجل معنا سوابت حقيقة في التحكيم يعني سوابت ايه يعني ايه 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 او طرد حمد فاتح ده حمد فاتح اللي رايحت منكمل فيه اجدعان طب قول يا كابتن الناس زمالك وفي واحدة كان بتاعت محمد شريف برضو فاكر مش ده برضو انت متنساش حاجة خالص لا انا 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 قصد ادي يعني هو مثلا عشان غلط في دي تبعثه فيه جواب مالو كتير عندك طرد اتنين طرد مش صحاحة يا كابتن مش طرد صحيح يعني شناوي اتطرد وعالم علول لو كانوا غلطوا كان لازم اتطرده وانا معاك على فكرة اينا اقولت ازاي شناوي اعمل كده لا وعالم علول ده ده سفخ الود قلم شفت انت فيلم اسم ايه سفخ سفخه شفت انت فيلم في بيتنا رجل شفت رشد اوباز الله ارحمه لما دخل بيقوله وعم جاي ميديله بالقلم على سره لو انت مسؤول في ناس زمانية ديها كابتن عشان ترجع ترجع الزمالك تبتلت تشتغل ازاي تعمل ايه الادارة تمشي احنا ما نعرفش يقولك انا مش معزول ولا معزول يا عم مش هو بقى ارحمونا ارحمونا عشان نادي الزمالك يفوق اعرق عايزيني اعدو 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 تمشو مشو انا عايز رأيك انت ما انا بقولك اه ادارة تمشي بس هو مش يعني الادارة اصلا الادارة مش فين مش فيه رئيس لجنة الاشتراكات ايه لجنة الاشتراكات يعني بتاعة الاعضاء ايوة يعني والله احنا بنهرب اقسم بجلالة الله بنهرب لازم فيه تدخل من الدولة للوزير اشف لازم فيه حد فيه حد للكلام ده يعني هو لما يجي يكلم يعني لسه بيتكلم بيقولك انتو بتسألوني ليه وانا معزول امال مين اللي يشيل اللي بيحصل ده هو مين اللي جاب اللعيبة هو مين اللي جاب المدرب هو كرئيس نادي عنده ناس مسؤولين يعني ده لفركش اللجنة فنية عشان ان هما بيطلع خالد الغندور يتكلم بيطلع خالد الغندور يتكلم وبيطلع عميد وكان بيتكلم قال لك فركشة اللجنة عشان ما بيجيبوش سيرة من النوس عشان ما بيجيبوش سيرة ايه من النوس مش عارف انتو قصدق انا مين بعد الفصل قول النوس يا ابني اللي هو المش في العال عشان ما بقاش يتقال اسمه ميدو اللي متصدر في الموضوع وخالد الغندور قال لك لأ فركشة اللجنة قبلها قال لك ايه اللجنة هي اللي جابت أسوريو واخد بالك اول ما كسم مطشين قال لك لأ ده النوس اللي جاب أسوريو مش اللجنة بس ميدو موجودة كافة منكمل يعني والله العظيم والله العظيم ايوه يعني انت رقم واحد عندك الادارة طبعا هو ايه اللي منجح بنجي له ايوه ده ترقم سنين كتن من استقرار الادارات سنين طويلة لا 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 ما انت السنة اللي فاتك واحترام حاجات كثيرة جدا السنة اللي فاتك كتن مفيش ادارة بنجي له ليه كتن خسر يعني دوري لا عيني تحصل هو انا هكسب كل حاجة في كل سنة اه طبعا بالعبير اللي عندك دي تكسب بجماهيرك تكسب بي حد بس انا خدت اتنين افريقيا قصرت الدوري بص مفروض انت احسن فرقة في افريقيا بقى لك خمس سنين تمام مفروض ما فيش بطولة تجليك مم ولما تجليك بطولة يبقى فيه ايه خلل في الادارة ايه انا بلعب الواحدة كتن برضو ايه يعني هو انا الواحدي اه طبعا نيجي نقولي الاهلي بياخد كل حاجة نقول ما فيش تنفسية وكده ما ينفعش وما الاهلي انت عايزه دلوقتي ياخد كل حاجة طب ايوه ياخد كل حاجة لان اجهز فرقة في افريقيا اه لازم تاخده لو ما خدتش نحاسبك مهانت السنة اللي فاتت لما خسلته افريقيا اه خسرته لي مجلس الادارة كانت السبب ليه لان قبل ما تروح عمل شوشرة وهيئ اللعيبة ان احنا اخسرنا البطولة ايوه بس هو فعلا انا كابتن كان فيه مشكلة كبيرة ان النادي الاهلي هيروح يلعب ماتش واحد في المغرب انسح انت بتحسيبها حسابات تانية لا ما بحسيبهاش لا هو بتحسيبها حسابات تانية انت بمنتهى السؤولة وتقول انسح ايوه اسمعني لا لا بمنتهى السؤولة لبقى بمنتهى السؤولة لبقى لكن الموضوع في حسابات تانية لا يا حبيبي انت عارف ان هي ماتش مباراة واحدة وفي المغرب انت عارف من الاول ما اعتردتش ليه عشان هي في الاول غلط التحقق لا ان انت ما كنتش واثق ان انت توصل للمباراة نهائية لما وصلت المباراة نهائية قلت لا وهيأت لعب بص يا فاروق انت راح للبطولة الاخيرة دي الماتش الاخيرة وقدام الوداد برضه صح انت هنا كسبان اتنين واحد ودخل في الجون هناك انت برر البطولة ولا لا تمام بس انت هنا ما هي اللعيبة ان احنا هنروح ناخد الكاس وهيجي ده الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت ايه عشان مكان حجة اسمع لا ما تقولش بص ما تقولش بص نظام البطولة المرادي واضح من البداية يا حبيبي لا هم عايلين عشان كورونا بص يا حبيبي ما انت السنة اللي قابليها لقيمت ماتش واحد السنة اللي قابليها بتاع ماتش الال والزمال انا دلوقتي فرقتين من نفس من بلدين مختلفين طيما كانت عادي وصلوا النهائي الطبيعي ان انا ملائل خلاص انا كنت مقرر ان ماتش النهائي خلاص في المغرب وصل الفريق من المغرب لا انا اتحاد افريقي ده ده انت لما وصلت احولها بس انا بس لما الاهل والزمالك وصلوا لما كانتش لا لو ما كانتش الاهل والزمالك وصلوا كان هتلاعب هنا برضو في القايرة اي فرقة منهم كانت وصلت ماشي ما اقول لزاد الموضوع حلاوة ان الاهل والزمالك وصلوا لا انا بقولك لو الاهل ما وصلش او الزمالك ما وصلش كان النهائي هنا في القايرة السنة اللي هي كان فيها الاهل والزمالك وصلوا عشرين عشرين اه فانت بص انا ما ليش دعوة بالكلام ده انا ليه ان انا النادي الاهلي اقوى فرقة في افريقيا العب بره العب جوة انا ما يفرقش معايا انا روح اخد الكاس واجي زي ما انت روح مفيش عوامل انت بص متعلقش الشماعة وتقول لي عوامل معا انت السنة ده صعب من السنة اللي فات تمام والمصحف اصعب من السنة اللي تات باتفي معايا الوداد كمان مش بنفس قوة الوداد ده السنة واخد بلد وبعدين ده انت المشكلة ان انت السنة اللي فاتت ما روحتش خالص يا فاروق ما روحتش اقلب فرصة في اخر المطش فرصة في اخر المطش فاكرها ولا مش فاكرها اللي هي الدربكة ومعرفش ايه وشريف حطها ورجعت معرف دي انما انت السنة دي لا عندك انت مضيع هنا تاتربع وهم مضيعين تاتربع فرص واخد بالك وروحت هناك انت بعد ما جبت الجول شريف مضيع ومش حافظ الشحات مضيع ومش عارف انت فاهمني فانت رايح تاخد البطولة انما انت رايح ما هيق لعبتك السنة اللي قابليها ان احنا خسرنا البطولة عشان كده لعبت الاهلي ما كانتش هيق لعبت الاهلي بتاعت السنة دي انا بقولك السنة دي اصعب من السنة اللي فات اقسم بالله السنة دي اصعب من السنة اللي فات على الجون اللي جابوه هنا وبعدين راحوا جابوه لك جون في اول نص ساعة فالدنيا دا الليمت واخد بلد بس الودات حتى هو مراحش اصلا غير بكرة السبت بغض نظم هو جاب جون خلاص هو فاكر انت ماتش السفاكس برضو لما جاب الجون هنا وقال لك خلاص انا هاقفل والكلام دا وانا كده كده واخد انت فاهمني فانا بقولك ايه لا النادي الاهلي الفترة الاخيرة دي من خمس سنين ياخد اي بطولة بره وجوه دوري الدوري السنة اللي فاتت مين للم دا ياهم ما مسماني ليه لان اصلا كان فيه ماتشات مؤجلة برضو عايز اقول للناس اللي هي كان بتطلع دلوقتي وتقولك ايه لا اصلي النادي الاهلي متأجله تم انت كان متأجله السنة اللي فاتت وانت بتكسب عشان انت بتكسب كنت بتحط ضغط عليه انما انت السنة دي انت بتخسر او بتتعادل واغد بالك والنادي الاهلي متأجله ما هو نفس السنة دي نفس السنة عشان الناس اللي بتقولك ايه لا 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 اصلي مش لا هو كان في السنة اللي فاتت متأجله لما جي النادي الاهلي يلعب الماتشات المؤجلة وقع فانت خدت الدوري ليه لانك انت كنت بتلعب والفرق بيوصع بيوصع والاهل مبيلعبش صحيح فلما الاهل لعب وبدأ بقى يلعب كل 3-4 تيام مطر فيتعادل مرة يخسر مرة اجهاد لانه داختم بسي بقى ما ليش دعب اجهاد بقى ما انت ما اجل ليه عشان ما تقول ليش اجهاد عشان دي ما تبقاش هجة وشماعة بص الاجهاد لو انت بتلعب هنا وبتلعب هنا مفيش ماتشات بتلعجل يبقى في العالة دي يبقى في اجهاد لما انت بتأجلك ماتشات لما تيجي تلعب ماتشاتك وتقول لي جاد ده نضرب بمغرف الحي اما اللي ماتشات نتأجلك نيه عشان ان حضرتك في افريقيا تبقى مركز وتجيب لنا افريقيا وبعد كده تيجي تلعب ماتشاتك انت بقى الناس ايه لما بيتعادل زي ماتش في يوتشار كده انت لقى قالك الاجهاد شماعة بسرعة الراجل كولر قالك الاجهاد لا 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 في المؤتمر انا لعدت اللعيبة كلهم بنفس الشكل ونفس الوقت في الماتش ده قالك في اجهاد الماتشات الضغطة ايه وتصرحاته هتختلف من مرة للمرة كده اه طالما تعادل بس طالما تعادل هو حجاجي هيطلع يقولك فلان وفلان وفلان يعني الماتش الاسماعيلي كمان اللي بعد فيوتشار ده لو كانت عادله وقسم بالله كانت لقى قالك الجماهير مش قاعدة صح ومجلس الادارة ما بيساعدنيش الراجل واخد افريقيا واخد دولي يعني ما ياخد بوس اي حد وليه حمس اسابيع اي حد هياخد بوس والله العظيم والله وهنفضل نقولها بالمنظومة بتاعة النادي للآله دي اي حد ينسك النادي للآله ايه بتساعد طبعا بتساعد يا كتب لا بتساعد بتدور لعيبة لا بتساعد بكوة لا 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 سيبك من الاوانطة ولا بيدور منع المستوى هترجحك تاهمي ولا بيدور ويسيبك من الاوانطة دي هي اللعيبة كلها اللي شدة اسمع اللعيبة شدت بعد مرتاح فاكر السنة اللي فاتت هو لو جيفت السنة اللي فاتت قرار اللي دورة يعني اصدق اه لو جيفت السنة اللي فاتت اكسم بالله ما يجيب تلاتة بونط على حالة اللعيبة كده موسيماني عمل انجاز يعني اصدق موسيماني هو اللي وقع اللعيبة دي اللي جبع دي مين صورش فيحاول الله ينفق في اللعيبة اللعيبة مش قادر يحاول امال الدم اجازة ليه فهي كان قرار حكيم من مجلس إدارة النادي الأهلي إنه لازم رايح بدليل إن ساعتها كان أنت واحد من الناس كنت بتقول لك عشر لعيبة لازم للمسلم اللي جاي حصل معي في حلقة هنا فقلت لك لا اللعبة دي طالما ارتاح وبدليل إن النادي الأهلي السنة دي ما جابش غير حاجات بسيطة ومعينة وياريتوا بكان جابه اللي في الأولانية اللي في الصيف أصدق اللي في الصيف والتانية اللي عشرية ليه جاب مروان أعطيها يعني بسمها من شاء الله ما لقوا إيه ده رقم واحد دلوقتي ده فيه هو مروان أمام عشور هاي رايحنا مني هو أمام عشور خلاص ها ما أنا بقول لك لو خلص هاي عندك معلومة بحاجة أنا عارف أن أنت عندك معلومة بحاجة لا لسه الله ايه إيه اللي لسه الله هقول لك دي عزيلي من اللي جاي إنترو ما هي تأخرت عشان حاجات تانية كده دخلت المروح اللي أنا قلت عليه في الإنترو أنا قلت إن إمام عنده غرامات لا 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 لأنه بقاله شهرين موجود هنا في مصر لا أنا معرفش دي دي ما معرفه طب أنت عارف إيه هبقول لك بعدها بس طب ما تقول ما إحنا مع بعض لا ما مش هاينفع دلوقتي إيه هبقول لك بعد الحلقة أو الله هقول لك بعد الحلقة لأن لسه حاجة يعني فلوس يعني فلوس النادي هنا مش قادر يتفعل أهلي ولا اللي هناك طلبين زيادة هقول لك لا أنا بقول لك أوه بس أهلك هقول لك بقى هبقول لك طب خلاص الأهل اتفق مع نادي للدنمارك لا لسه لسه معقول لك في خلافة على قيمة الصفقة يعني ايه في خلافة يعني أصدخ على قيمة الصفقة مبلغ على المبلغ أكتر آه طيب سمحنا نطلع الفاصل فاطل ونرجع وتقول لي طيب هقول لك الفاصل طيب وأنا أقول بقى أنا لا 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 عشان بس لو في حاجة ما يتنزيش فيها اللاعي طيب نطلع الفاصل ونكمل مع كابتا ردع دعال بعد الفاصل طيب راجعين مع كابتا ردع أنا بقولك المهم دلوقتي موجود بوان نادي الأهلي والأمور يعني بيستعدوا لتقديم الصفقة الناس بقى مستغربة كابتا ردع بيقول كده ليه ده حقيقي يعني اه مفروض كان أعلنه امتى قبل ماتش الزمالك قبل ماتش الزمالك هو الطبيعي بعد ما المسي منطه لا 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 ده ده مش هنا طبع أي نادي ده نادي من بره وكانوا هيعلنه كمان عشان يوقعهم عنوياك كمان جماهير الزمالك ولعيبت الزمالك طب ما ده حلو الفكر الفكر ده بس هي اللي أنا بقولك علي ده اللي أجلته شوية ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مش شربات صليبية يعني ولا اضروف ولا وطر اقيلة لا بكل فدي عادي امور عادي بس هي المشكلة في اللي انا قلتقولك ده فلسه في مفاوضات فيه مفاوضات في الجانب المادي اه لسه وصلوا للعب مع اللعب خلاص المتفق عليه لا سيبك من اللعب اللعب اي حاجة النادل قاله يقوله عليها همدي خلاص وخلصه وخده قبضته وكل حاجة بس هي المشكلة هناك في متلم لما انت بتشوف امام عشور قبل الصفر وقولك انا مش هرجع غير عالزمالك بتشوف ان دي غلطة اللعب ولا غلطة النادي اللي مفروض كان هو قال ان انا هرجع عليه ومعرفش اجيبه النادي مش عايزه ام النادي الزمالك مش عايزه مش نادي الزمالك ام الموجود هو اللي مش عايزه مين الموجود عبالقام عم اه انت ايه مشكلة ايه اللي حصل مفيش حاجة حصل تبقى اي حد يجيب سير النوس ولا التاني يقلب عليه حتى لو رمز من رموز النادي حتى لو هو بيحبه حتى لو هو كان واحد معاه في الازمة مالوش عزيز فطالما مالوش عزيز يبقى خلاص بقى ماخد بالك احنا بنكلمه للصح انا يعني هو اتعرض عليه ان اشتغل في قناة الزمالك وبقولها لك عالمالك هو هو العقلي مم وانا اقول له لأ ماخد بالك اه كذا مرة يتعرض علي ان انا واسأل اسلام واسأل استاذ اب جلالي يعني اخر مرة هم اتوسطوا ان انا اقول لهم لأ ما ينفعش حتى لو اعملنا مدخلة مم واخد بالك فهي المشكلة كلها ان هو مالوش عزيز طالما انت جيت حد من اولاده ويبقى خلاص مم ما يطلع يهبر فيك ويطلع لا اه احنا مش اللقب اللقب شغالين عندك تتكلم لمصلحة النادي لمصلحته هو قبل مصلحة النادي مم يعني كان لمصلحته هو قبل مصلحة النادي واخد بالك فهو باودني وبيسمع كلام الناس هي المغرقاء وهي المضيعاء والناس دي ايام ما هو كان في الازمة الاولانية اكسم بالله كله بعيد عنه ولا كان بيكلموه ولا بيحد بيسأل عنه واخد بالك واحنا كنا هنا بنتكلم عنه ورغم ان كان بيجينا تحذيرات وفي ناس تخشينا تقول لنا ما تجيبش سريد كذا وكنا بنقول هنا بما يرضي الله ومش عايزين منه حاجة المشكلة المش عايزين اللعيبة اللي جات دي انتو بتقولوا ان الراجل هو اللي جايبها طب طلع لنا بيقولوا عاملين مذكرة لكل لعيب جي والراجل ماضي عليها طب طلع لنا مذكرة نعرف عشان بس ما نبقاش بنتكلم كلام في الهوى فولا تلق حاجة ولا بتاع والتضح ان النصوة اللي بيعمل كل حاجة اللي بيجيبه يمشي ويقعد دي حاجة تانية حاجة انت بتقول لي على امام عشور انت دلوقتي ديانج بقاله كم سنة عايزة يمشي سنتين صح ده بمجرد قال لي مشي اجيبه واعده واقول له طب او عدو النبي انت لسه النادي كان محتاج فلوس طيب حلو قوي واحد واحدة معك ومحتاج فلوس محتاج فلوس عشان اجيب ايه لعيبة تانية صح او تزديد غرامة مليش دعوة او مستحقات في النادي او حاجات كتير لأ بس كل الحاجات دي هو مسؤول يجيبها كرئيس نادي انا بتكلم دلوقتي انا هبيع محمد فاروق عشان هجيب اتنين لعيبة تلاتة لعيبة احسن من محمد فاروق فالفلوس اللي هاخدها دي هجيب بيها اتنين لعيبة عشان اسكت الجماهير اللي هي هتهيج عشان لا امام ماشي فانا لما اقول ان انا هجيب فاروق وهجيب رضا وهجيب مش عارف ايه واجيبهم يبقى في الحالة دي محدش هيفكر في مين في امام تمام يمشي ولا يقعد يبقى انت بتبيعه عشان تجيب مكانه الافضل منه زي ما بقى تحمد فتحي بتقول ان فيه سوقة امام جاية مسا صح كده هو ده الكلام انت بعته راحت فين الفلوس جبت مين مم ما جبتش عد لا يبقى هنا بقى في حساب واعقاب ايه بس امام اتبع في انايا يا حبيبي ماشي انا هجيب انا هجيب شرح ملحقتش يا حبيبي من دلوقتي امض ما انت مضم في يناير مع كبرة عمل في يناير وقلن هنا الكلام ده مض حد تاني يسيبك من امام مض حد تاني تالت واخد بالك دي حاجة تاني حاجة هو انا اسمع كلام اللعب طالما ان فيه عقب حتى لو ست شهور لا يكمل ست شهور وبعد كده يمشي مع انك انا اسمع انها سنة ونص مش ست شهور واخد بالك لا اسمع دي لا هو هل ست شهور وانت زي مالك قال لك الحق بص احنا ما بنصدقش حد بص انا دلوقتي لما انا بقول لك اهو عقد امام ست شهور انت شفته شفت الورقة انا بطلع اهو كل مرة اقول لك ايه ادي الشي كله واخده منضوع عباس فرقة ورقة فاضية يعني لا اي ورقة بس انت شايف فيها ايه فانا بطلع اقول لك ايه ده 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 الشيك اللي خده منضوع عباس طب منضوع عباس ما كل احترام طبعه منضوع عباس لما هو خد الشيك ده هرفع بيه تاني ليه ديني عقل احنا مش في دولة قانون لما انا الراجل اصرف له الشيك ويجي يقول لي حاجة تاني واخد بالك لا ده نفس الشيك واخد بالك لا ده احبط ولا ده غلط ايه بس برضو هي صفقة نزم عليك يعني استفد منها مديا ايه استفدت مديا بس انت عملت بيها ايه مهانة دلوقتي يا فاروق انا زي ما الناس بتقول بيفضل فرقة لما انا هتحاقت مع اتنين لعيبة كويسين في مصر هنا بفلوس امام عشور يبقى انا عملت ايه عوضت رياب امام عشور يبقى كده ما حد الشيك ده رفتح بقه انا مشيته اهو ولا هو عزمشي جبتلكه اتنين مكانه حد يقدر رفتح بقه زي ما انت بتقول لهو حمد فتحي ماشي التفكير بقى في مين في امام عشور لا وكان في خطة ان انا في بوبو في ضعيبة تانية لا انا بكلمك على المكان بوبو مش مكان امام مش حمد فتحي تمام انت فاهمني فانا جبت وعشان كده يعني انت حطيت الفلوس اللي انت خدتها من حمد فتحي في مكانها انت بقى خدت الفلوس بس جبت مين ما جبتش حد دي رقم واحد رقم اتنين طلع من فترة من كم يوم كده وقالك ايه المدير الفني واخد فلوسه النهاردة شايف له فيديو بيقولك الراجل بقاله شهرين ما باخدش الفلوس طب نصدق مين ونكذب مين يعني احنا مش عارفين بقى بجد يعني هنعمل ايه الراجل خد فلوسه ولا ما خدش فلوسه بغض النظر بقى عن مستوى اللعيبة كابتن يعني اكيد لازم يكون عندها الحالة اللي انت شايفها دي ايوة عامل ادارة بس مش فيه التابتن التاريخي المصر في كرة اليد احمد الاحمر مش كتب مرة على صفحته زهقنا كده كان يقصد مين بحول بيقصد ده ده مين ده مين ما انت حقر لا قولي ده مين اسمه ابو لما ليه بقى لان يطلع يقول كلام وبعدها بيومين ثلاثة مفيش حاجة بتتحقق هو الانجاز دلوقتي قبض العمال والموظفين ده الانجاز التاريخي له طيب هنتكلم بقى بجد بقى بصراحة اي قضية او اي مشحنات او اي خلافات دخلها سواء في التحاد الكرة او مع النادي الاهلي او مع اي حد خسرها قاعد لي مرة كده كسب حاجة يعني مثلا مرة ماتش الاوتوبيس اه اللي كان مطر اتخصم منه اللي كان مطر اه اتخصم منه ولا ما تخصمش منه ماتش احمد سامي ماتش مرة حرس الحدود بلاش مع كل احترام لي فيوتشار فيوتشار تعلم علي وتاخد مني اتنين لعيبنا ممضيهم مهند لاشين وعمر كمال عبدالوحد اه بس عشان القط كان موقوف ماليش دعوة يعني عمر كان عشان القط ما امن نفسك يا عبا يروحوا السنة دي يجو لك السنة الجاية بصمش هم اللي عملوا العقد مال مين اللي عمل ماليش دعوة اتذكر يعني حاجة زي كده عملوا العقد معملوش العقد بس هو جيه في تاريخه مفيش مرة دخل في مشحنات وخلافات وعمل النادي الزماني مانا بقول لك اهو ثلاث ماتشات حرس الحدود وماتش النادي الالي وماتش المقص صح طب فين حامل حمى بقى فين بقى الاسد فين بقى السيف والدرع ولا الدرع والسيف مم فين ما احنا جايبينك عشان او ان احنا كلنا توسمنا خير ان انت كجمير الزماني ان انت بتدفع عن الحق خلي بالاك فيه ناس دلوقتي يقولوا كيبت الرضا دي شمالة دلوقتي ما خلاق يعني كان ما كمل اول كان يقولك كلام ده كمل اول ايه يعني كان ما تحق علي بتعترف يعني اه طبعا اللي المعلومات اللي كان بتجيلي كان كلها دي احكى عن دول طيب عشان اروح للمنطقة تانية يعني في الوقت المتفضل الفاضل بين لنا كابتن اه عايز اسألك على الفرق اللي نزلت حياة كابتن غازل المحلة و والاخرص غازل المحلة واسوان يعني احرص حدودك من بدري دي الادارات شوية ادارات اه اولا اسوان بس كان ماشيين كويس او كابتن ايو اسوان من يوم مطش البنك الاهلي بس ده انا عزورهم فيه انهم يلعبوا المطش بتاع البنك الاهلي عندهم عشان السفر والفلوس والامكانيات والكلام ده هو ده كان سبب الخراب لما يجوموا لعبوا هنا في مصر البنك الاهلي وخدوا يعني وافقوا ان هما يجي لعبوا هنا ده كان بداية الخراب نادي المحلة غازل المحلة ده يشيلوا مجلس الادارة قلبا وقالبا ليه؟ لانك انت اه كان اسمه ايه عبدالبائي جمال عبائي ولا عبائي جمال ولا المدير الفن عبدالبائي جمال عبدالبائي جمال كان ماشي كويس انت ماشيته ليه؟ طب طالما ماشيته هتخالد عيد كان هو ردش حتى ميسك كم مباراة حوالي ستة او سبعة ستة ماتشات سبعة ستة ستة كسب كم ماتش ولا ماتش ولا ماتش خسر كم ماتش تقريبا ماتش واحد واتعادل ماتشات خمسة تقريبا تقريبا خمس ماتشات لا اتعادل ماتشين وخسر البائل تقريبا يعني على حسب ما اتذكر واخد بالك طب انت ما ليه ما جبتش خالد عيد اللي هو قريب من اللعيبة وقريب من الجماعير قبل رضا يا عزك يعني اه طالما ماشيت عبدالبائي جمال اللي هو كان ماشي كويس قوي وكان على الاقل مقدم كرة كويسة قوي واخد بالك وكان بيخسر ويبقى ند وكسبلك الزمالك فاكر طب ماشيته بونان على ايه طب عشان ماشيه لازم جيب اعلى منه انت روح تجيب كابت الرضا مع كل احترام بقاله فترة برا بعيدة عن البساط ومايعرفش بصراحة يعني غازل المحلة ده ليه تركيبة ليه تركيبة فماينفعش اللي اولاده وفي الظروف دي لو جابوا خالد عيد اعطاكد انه ما كان يشعب زي ما اللي اسماعليه جابت بص اسماعليه دي حمزة الجمل انا اسف اسماعليه دي اللي يشيل اللي دي من اول الاخرة كان رئيس النادي يحيا الكومر ليه لان السنة اللي فاتت حمزة جيه واعمل وانجز وانجز وقعد الفرقة والكلام ده ماشيته بونان على ايه تختلف تطفق انت ماشيته بونان على ايه طيب لما جدت جيب لعيبة جبتها بونان على ايه تمام هو مش مفروض المدير الفني اللي بيجيب وهو اللي بقول لك انا عايز ده هو ماشي حمزة الجمل عشان لان ما كانش مهوده في كذا لعيب وبعدين يحيا اللي مهند الزيحيا قدم السالة ومشي بسبب الدنيا غير انا وفلوس من هنا على اللعيبة المشترفة مهندات كبيرة مهندات كبيرة والمدربين اللي هو جابهم بغت بالك وبعد كده جابوا حمزة الجمل تاني فانا مفروض بعد اللي حصل ده لازم يبقى فيه تكاتف من كل الناس الكبيرة في اسماعيلية اني النادي الاسماعيلي ما يحصلوش الكلام ده لاني بقى له ثلاث سنين دلوقتي بيصارع بجد من اجل الهبوط والتالتة تبتا طبعا فانت لازم تخلي بالك لان نادي الاسماعيلي نادي كبير وحرام ان احنا كنا بنتعز التواجه مشكلة تكاتف ان الفلوس والامور المالية والمديونات اللي عليه كبيرة وعدم موجود ادارة دلوقتي طبعا لسه منتظرين انتخابات لا ما هو بقى بص يعني نرجع تاني ونقول حد من رجال الاعمال هنا بقى لازم حد من رجال الاعمال يجي بقى ويجي طيب خلينا اسألك على النهاردة للتحدي يقرر التواجيه الشكر لزورانا كابتا هل ده القرار صحيح؟ يعني راجل اه عمل شغلي برضو السنين ده وعمل شغل بس هي المشكلة ان الاخر 8 مطشيطة الى 9 مطشيطة خسرهم كلهم كاس مصر وكل ربطة ومطشيطة الدورة كلها بس انا 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 شايف ان نادي التحدي زى ما قولنا السنة اللي فاتت لما ماشى برضو حسام حسن والكلام ده طب ده الراجل هي ممكن ممكن عشان الماديات فممكن يكونوا مشهور لا هو كمان عشان بس الخسارة اللي كان حصلت ساعة لما كمان الحاج محمد مشي فاكر انت الوقت ده حصلت هزى للفريق وخسره في الوقت ده ايوم هي ماشي الحاج محمد عمل دربة بس انا بقول لك ممكن يكون دلوقتي بس انت دلوقتي كنادي الاتحاد انت بعيد عن الهبوط وبعيد عن المعمعة بتاعت الهبوط وفي نفس الوقت قريب قوي لا لا كان عنده فرصة ما عليش انت الهزة بتاعت الحاج محمد دي هي اللي هزت النادي كله حتى خسره كمان في السلة باين والكلام ده صحيح كان السوبر اه فانا بقول لك ايه لا يعني برضو انت لما بتلاقي دهرك ومش موجود فانت بتحس بخلل فتحس كده ان الموضوع ايه مالوش امان بس انا بقول لك هو لو من ناحية المادية اعتقد ان هو ما بياخدش كتير زي المدربين اللي هو بيجي الاهل والزمالك بس هو الراجل كان عامل شغل من بداية الموس فانا انا لو عايز استقرار كنت تسيبه السنة دي مين من عندها كابتن اللي صعدت السنة دي شايفها ممكن تكمل لا لا بص كل الكلام ده بص يا فاروق كل الكلام ده لما كل واحد يهدن عن قيمته الناديين شعبيين هم نزلوا وفيه يعني الناديين تلاتة بقى البلدية دي يعني تعتبر انها دي جماهيري خلاص لا البلدية بس النمى الجونة الجونة وزد موش عندية شعبية اه اه تتفرج بس او نستنى ونصبر نشوف ده هيجيب لعبية مين الجانب المادي كانت ما هو ده اللي برضو يخليك تقدر تجيب اعتقد اعتقد ان البلدية مش هيقبت اول سنة هم يعني المصطفى الشامي ومعندس مصطفى الشامي انا عارف ان هو دلوقتي فيه اجتماعات ومش هيجيب اي لعبى خلي بالك لان هو وفاقه في القرى قوي فأنا مش خايف على البلدية السنة يعني مش اخاف عليها لان هو واعي جدا وبعدين لما اشتغل لوحده كمان لان ده امل جمهير البلدية من زمان وفي وجود الموانز الموانز المصطف انما الجونة وزيد ده بقى يتوقف على الدخ المالي انت تعرف السنة الجاية الجونة وزيد تعرف ان هم مراد عام يعني لأول مرة انه يبقى فيه اتنين اخوات عندهم ناديين موجودين في الدور الممتاز زي الفل عسامو برايو توقف يعني اول مرة في تاريخ الدور تقريبا يبقى عندك ناديين يملوك هم اتنين اخوات بيلعبوا في الدور الممتاز لان زنهم بقى ان اتنين لما يلعبوا بقى يعني يبقى محدش يسيب لحد ومحدش يلعب لصالح المهند السنيح سويرس يعني شفت حرس الحدود السنة دي انا بحي صحيح مكي خصوصا في ماتش غز المحل شفت بقى غض النقل كل ما تشاطه على فكرة يعني طبعا هو لما تولى المسؤولين بعد احمد ايوب لا راجل عامل شغله خلي بالك وقال لي كان مساعدهم هنا برضو التفكير يعني مع كل احترام طبعا لأحمد ايوب هو مدرب بس انا يعني احمد ايوب بقاله فترة مش في التدريب خلي بالك وانا مساعد الفرقة وبعدين قريب اوي من اللعيبة بقى انا مساعد الفرقة وقريب اوي من اللعيبة ففي حاجات حتى لو هي مش فنية هتبقى من ناحية الحب والتجانس والعشرة فده فرق في الماتشاط الاخيرة والراجل بيلعب لاخر لحظة ومش فرق معاه يعني هو اللي خلي المحلة ينزل ومش ومرماش الفود وكسب مش عارف كسب برضو فرقة كبيرة قريب برضو قبل المحطش بتاع المحل ها يعني فده طب ليه ما كانش يكمل من وبعد كده لما يقع نجيب له مدرب يبقى معاه برضو يعني انتبعيني هو التكريم ان انت صعبت الفرقة يعني انا برضو اللي عجبني في مصطفى الشامي ان هو متمسك اوي باحمد رعوف واخد بالك شوف الايام هتعمل ايه ما يمكن يكسر الدنيا في الدورة الممتاز ويبقى انت كسبت مدرب جديد والبلدية كسبت مدرب جديد واخد بالك يبقى خلاص لو طالما ده يكسب يبقى انت او ماشي كويس طب ما انت بقولك ده مكسب لكرة المصرية لان احنا بالامانة ما عندناش مدربين وبعدين يعني المطشيات كلها اللي انا اتفرجت عليها وصادفت اتفرجت على البلدية انا رح تقولهم مطشي السنة دي على فكرة بيلعب بطريقة هجومية احنا محتاجين المدربين دول صحيح اللي هو عنده الجراء عنده عنده فكر والفكر بيطبقه على لعبته او بيدي اللعبته اللعبته بيطبقه في الملعب فبيكسب بيبقى دايما اللي له الكلمة العليا في حتة اللي هو الهجوم اه ممكن ما تشوفوش في الدور المنتز في مطشط بس هو انا بقولك مدرب كويس فدي من الحاجات اللي هي بستاني قوي اني الراجل بيدوله الفرصة دي حاجة كويس ليه عنده ما تعملش كده ما احنا رحنا بنجيب كل المدربين اللي هم بيهبطوا ينزلوا يعضوا يهبطوا وياخدوا فلوس قد كده ومش بناش بقالهم 30 سنة ومش بناش منهم جديد طيب فقر تنمبر وانا كاتن اخيرا لنوقتنا بنتهي افضل لعب في مبارات الاهل المقولين تفرجت عليها الاول لا كنت باتطرج يا عم على مطش التينيس اعلى فكرة دي رايتي احنا كان فيه سلتا فيجو بلاعب نادي الناصر ماتش ودي خسه سلتا في الناصر مش مهم بس سلتا فيجو ده مش بتاع اسبانيا اسبانيا طيب لا بص انت بقى تقولي الكلام ده لو في الدوري السعودي لو في الدوري الاماراتي اه ممكن نقول اه انما في الدوري خليك خلي بالك الفرق دي بتتعلم من الفرق اللي هي الاسبانية طبعا طبعا والانجليزية والكلام ده التجارب دي كما تقدرش تقولي مين افضل وقت لا افشأ انا شوفت له السرول اللي هو عمل اه افشأ طيب طيب في الزمالك ماتش الزمالك سيف تيري ولا سيد نمار ولا جيفرسون ان هم كانوا افضل لعبين في المبارات اللي جاب الجنين سيف تيري اه سيف تيري سيف الدين الجزيرة طيب افضل لعب في الزمالك الموسم ده زيزو احمد فتوحش كبعده لا زيزو طبعا فتوح لسه لعبه رايز زيزو بعد المشكلة بتاعت ماشي افضل لعب في الاهل الموسم ده شحات ولا منعم ولا بيرس تاو التلاتة جيني واحد طيب افضلهم التلاتة التلاتة افضل التلاتة ليه اه لان كل واحد بيشيل ماتش يعني عشان ما تظلمش حد فه فه طيب افضل مدرب في الدوري بقى التلاتة بقى قدامك باتشيكو كولر آآ علماء علماء انش اقول كولر خلي بالك ولا هقولي التاني باتشيكو ده ليه بتقولي الحقيقة قولي الحقيقة ليه انا مش مقتنع بيها طب انا اقول حاجة ما حاجة لعب الاقتنع واحد واخد دوري واخد افضل بياخد ان شاء الله ياخد كاسة العلم لعندية انا مش مقتنع بفكره فيه انت تقولي انا مش يا اختار دا ما بعرفش غير والله ما بيعرف غير weer والله ما بيعرف غير والله ما بعرف غير ياراجل دا انت اخيرا أخيرا ماتش القلب الزم انا مش عشان العند والله ما عند ورحمة ابي مع عند تبخل تو بخشان هو byler كان دا عند ولا الراجل كان عندو فكر وانا بحب الراجل اللي عنده فكر دا دا ما بعرفش غير دا دا يا راجل الكرة الشيناه انه بيغلط مبيكلموش محمد عبد الينيب بعدها غلط مبيكلموش بش عارف مين قدامه في نص ملعب غلط ما بيكلموش وبعدين كذبان تلاتة واحد الشوت تلاتة صفة الشوت العوالاني لازم انزل الشوت التانية جيب اربعة وخاف ده كانت فرصة وتقول لي عشان خد دوري ايه يعني ما قال لي خد دوري بشيكو برضو الراجل اللي عمال يا ده ده روح بقى طيب افضل لعب شاب المسلم ده محمد شعاته طلع الجيش بصفة سعدة ميسي ولا محمد حمدي محمد حمدي بكليت امبي انا بحب ميسي وبحب محمد حمدي طيب بس هده ل محمد حمدي اه لعب فوق السن ايوا يا محمد حمدي بتاع امبي ايوا يا عمي انا بقولك بتاع امبي افضل لعب فوق السن تتمنى تواجده في المنتخب الاولمبي بقى تلاتة من دورة كتير صفة محمد ترزيجيزيزيزو ولا واحد مين صلاح ولا حتى صلاح سيب اللعبة دي تقب بقى فرصتها اه عايز يعني من غير اه المنتخبات التانية بتعمل كده يا عمي ماشي عشان يعايزين البطولة اه المنتخبات التانية عايزها البطولة انا ما انت رايح دبش شرف طيب اكتر فريق يعني استحق الصعود الممتاز من وجهة نزاق بلدية جونا زيد لا البلدية عشان كان فيه سراع رهيب اه بينهم وبين طنطا وبين شبين وبين ده الاخر لحظة ودي كيرنيس وكان فيه فرقة تانية اه وابو اير اه طيب افضل حكم بقى الموسم ده كده ولا واحد التلس شفت ولا واحد ولا واحد الحنفي بص اللي غير رأيه وما بيعملش ربنا وما بيعملش ضميره اسمع الكلاء لا اسمعني انا بس كل دولت كل دولت بتهزوا منه مع ان محمد حنفي طبعا حبيبي بس كله بتهزوا ده من نادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي او جماهير الزمالي مام تمام طيب كانت انا بشكرك عشان وقتنا وقتنا جميل يعني نهارت شرفت النهاردة وسعيد بوجوده وانت اللي كنت واحشني الله حبيبي كنت وانت واحشني جدا مشكرك كات الرضا حقيقة بناستمتع في وجود كات الرضا دائما خلال تواجده خلال قراءه وحلقة موازة نتمنى ان شاء الله يعني تكونوا دايما معنا باستمرار هنكون معكم بكرة في حلقة جديدة اسباع الخير